اشتركوا في القناة للاشواط المفتوحة انطلقت الاسماء المتنافسة في مسافة اثنين كيلو مترات التي سوف نشهد بها المنافسة الجميلة اول المراكز اول المنطلقات هذه هي من تتواجد على استدارها التان على المركز الاول تعود الملكية لسعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد الثاني وعلي بن فراج من يديرها بعملية التضمير المركز الثاني تواجد من غبل بوادر تنطلق بشعار سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد الثاني وبرفقة محمد بن برقام بن مقالح المركز الثالث تنطلق الشحانية بشعار سعادة الشيخ تيمين بن عبدالله بن خليفة الثاني والموهوب علي بن حمد بن حسين من يديرها بعملية التضمير المركز الرابع انطلاق فيه تعود الملكية الهجد الشحانية وبرفقة حمد بن علي بن حلفان لتأتي على المركز الخامس مهمة لهجر الشحانية وبرفقة حمد بن علي بن حلفان المري اعود بحضراتكم مع الكيلو متر الاخير ومع انطلاقة هتان مع المركز الاول بتواجد الصدارة وبتواجد المقدمة بشعار بحرية وبشعار ريمة وبشعار ذيب ينطلق هذا المسمى وتنطلق الثان مع المركز الاول ومع الصدارة تعود الملكية لسعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد الثاني وعلي بن فراج المري هو من يديرها بعملية التضمير المركز الثاني تنطلق الشحانية على ثاني المراكز بشعار سعادة الشيخ ديمي بن عبدالله بن خليفة الثاني وعلي بن حمد بن حسين بن جرحب من يديرها بالتضمير وهناك أيضا الأسماء قادمة بهذه اللحظات ومتواجدة بوادر تعود الملكية سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد الثاني والمضمر بحمد بن برقام بن مقارح وصلت بهذه اللحظات السيج تتواجد السيج بشعار سعادة الشيخ أحمد بن سلطان أو هناك قاية بسعادة الشيخ عبدالله بن علي بن حمد الثاني وعندك يا بن هليل حمد بن هادي بن هليل إذن أعود مع هتان من تنطلق بهذا الأداء بدون أي توامر وبدون أي تعليمات تقدم لنا هذه العروض المميزة بالجهاز اللاسلكي مقدمة هذا الانطلاق ومقدمة هذه العروض الجميلة وهذه هتان تغفر بنا موسي هذا الشوط بدون أي تعليمات نهني مالك هتان سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد الثاني والثاني المضمر علي بن فراج المري ثاني المراكز كان الوصول من غبل الشحانية بسعادة الشيخ تيمي بن عبدالعزيز بن حمد الثاني المركز الثالث غاية لسعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد الثاني المركز الرابع كان الوصول من غبل التزام لهجن الشحانية وخامسا كان الوصول من غبل بوادر بسعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد الثاني إذا مشاهدينا متابعين العزاء نهني الفائزين المتوجين بهذه الانطلاقة ونذهب بحضاراتكم إلى ملخص شوطن الذي انقضى قبل غليل وهذه الأسماء المتواجدة والشعارات المتنافسة وكانت هتان هي المسيطرة على أمور هذا الشوط والمنطلقة على الصدارة منذ أن نطلق الستار وهي مسيطرة على هذا المركز المتقدم نشاهد هتان وانطلاقها الجميل والمرموق وانطلاقها الذاتي بدون أي تعليمات كما تشاهدون وتعلمون مشاهدينا الأعزاء إذن انطلاقها إلى خط النهاية معلنة الفوزي والناموس بتوقيت زمني وقدره دقيقتين 53 ثانية 20 جزء من الثانية التاني والتبريكات لسعاد الشيخ عبدالعزيز بن حمد خالد الثاني على فوزي هتان وعلى تسجيل النقطة الرابعة في هذه الفترة المسائية لهذا الشعار وكذلك نهني علي بن فراج المري من غدم الأسماء المميز في هذه الفترة المسائية ثاني المراكز كان الوصول من غبل الشحانية توقيت زمني وقدر دقيقتين 53 ثانية 64 جزء من الثانية التاني والتبريكات لسعاد الشيخ تميم بن عبدالله بن خليفة الثاني كما نهني علي بن حمد بن حسين بن جرحب المركز الثالث كان الوصول من غبل غاية وتوقيتها الزمن ديكتين 54 ثانية 49 زمن الثانية أو 48 زمن الثانية التبريكات لسعاد الشيخ عبدالله بن علي بن أحمد الثاني وكذلك نهني المضمر حمد بن عبدالهادي بن أهلي ترجمة نانسي قنقر موقع